السلام عليكم طلابنا حبائبنا أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم إن شاء الله سنبدأ بالموضوع يلي كلكم تستنوه اللي هو قانون لنز حكينا عنه أكثر من تسريب وأكثر من سبوت لايت هيكا إنه شوية تلميحات عن شو هو قانون لنز تعال أذكركم بالتلميحين يلي لمحت لكم إياهم عن لنز عشان نشوف شو دخلهم بالمادي أول إشي لما كنا بنشرح بقانون هذا القانون يلي أمامكم كان اسمه فارادي صح هذا القانون كان اسمه قانون فارادي هذا قانون فارادي يلي كان ينص على أن القوة الدافعة الحثية تتناسب طرديا مع المعدل الزمن للتغير في التدفق كنت أقول لك طب شو معنى هذه الإشارة السالبة كنت تحكي لي آه هذا اسمه قانون لنز قانون مين؟ قانون لنز اللي بيجي بيستقرأ اللي أمامكم هاي بيلاحظ بأنه لو كان التدفق موجب القوة الدافعة شو رح تطلع آه سالب يعني قصدك تيجي تحكي لي هون عكس الإشارة دائما 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 القوة الدافعة الحثية إشارتها عكس إشارة التغير في التدفق يعني لو هاي كانت موجب القوة الدافعة بتكون سالب شو السبب؟ عول موجب ضرب سالب شو بتطلع القوة الدافعة؟ سالب طب لو هاي كانت سالب فعوض هنا سالب ضرب سالب القوة الدافعة حثية شو بتكون؟ بتكون عنا موجب إذن أول هنت وأول إشي بتكتعرف عن قانون لنز اللي هو المعنى البسيط بأنه قانون لنز بيخليلي إشارة القوة الدافعة عكس إشارة التغير في التدفق زي ما إنت شايف هذا الكلام أنا وين استفدت منه؟ استفدت منه في المادة تبعتي عشان أتحذر شو لازم تكون إشارة هذه القوة الدافعة؟ فكنت أعملكم هذا المخطط البسيط يلي كان بيحكي إذا بيزداد التدفق بيكون التغير موجب فإذا كان التغير موجب يتكون القوة الدافعة الحثية شمالها سالبة فبينشع عنا إيش؟ تيار حثي شو بينشع عنا؟ تيار حثي وإذا كان التدفق ما له؟ إذا قل التدفق أو انخفض التدفق بيكون التغير في التدفق سالب فبالتالي إشارة القوة الدافعة الحثية موجبة فبينشع عنا تيار حثي وعشان نكون فهميني كويس كنت أظني أقول لك يعني هذا المؤشر تبعه رح ينحرف قلنا هذا لليسار صح؟ إذا إنك ذاكر وهذا رح ينحرف قلنا نحكي لليمين وكنت أقول لك الفرق بين حالي واحد وحالي اثنين إنه المؤشر تبعه لقلبانوميتر بالحالي واحد رح يكون عكس المؤشر تبعه لقلبانوميتر في حالي إيش؟ في حالي رقم اثنين إذن هذا هو الفرق البسيط اللي كنا نلمح لك عنه اللي هو ليش يا أستاذ عند زيادة التدفق دروح بنحرف لقلبانوميتر لها جهة السالب وليش عند النقصان نحرف لجهة مين؟ لجهة الموجب وأخذنا عليها تجربتين إذا إنك ناسي من الأشياء اللي خلت هذا التدفق يزداد كنا نحكي تقريب المغناطيس فكان عندك تجربة إنه فسر أو شو بيصير عند تقريب المغناطيس من ملف والله إذا بتقرب مغناطيس من ملف هيك لازم توصف عند تقريب المغناطيس بيزداد المجال فبالتالي بيزداد التدفق زاد التدفق دلتفاي موجب قوة ذاتها حفية سالبة فسينشأ وينحرف مؤشر لقلبانوميتر لجهة مين؟ لجهة اليسار ولا عكس صحيح عند إبعاد المغناطيس عن الملف بنخفض التدفق بتقل أو بيكون التغير في التدفق سالبة فبالتالي القوة الذاتها الحفية موجبة والتيار الحفية رح ينحرف لجهة مين؟ لجهة اليمين هذا اللي هو مين يا أستاذ؟ هذا اللي هو التسريبين اللي سربنا لك إيهم عن قانون مين؟ عن قانون لنز هسا تعالوا نشوف تفاصيل أكثر عن قانون لنز أول إشي بدنا نعرفه من الفقرة الأولى اللي هو أول معلومة حكيناها يشير قانون فرادي إلى أن إشارتي القوة الداكعة والتغير متعاكستين هذول أنتو بتعرفوهم هس حكيناهم هاي أول معلومة طب ثاني معلومة ثاني معلومة اللي هون بيقول لك لاحظنا أيام زمان أيام زمان أنه مؤشر القلبانومتر أو الأميتر ينحرف باتجاه معين عند تقريب أحد الأقطاب مثلا حرف لليمين ولما أجي أبعد هذا القطب رح ينحرف لوين للجهة المقابل أو للجهة المعاكسة وبرضو هذا الكلام إنت إيش إنت بتعرفه طيب شو قانون لنز كنص بيقول لك على قانون لنز ينص على أن القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة تكون في الاتجاه الذي يقاوم التغير في التدفق الذي يؤدي إلى مين إلى تولده أستاذ ما فهمتش إشي تمام هسا بيهمني أول إشي كسؤال وجواب اللي هو لما واحد يقول لي أذكر نص قانون لنز بتقول له هو القوة أن القوة الدافعة الحثية المتولدة لازم تكون بنفس اتجاه إيش يلي بيقاوم التغير في التدفق يلي إيش يلي ولدها إيش رحلنا عنها يلا بسم الله لو رحنا ورسمنا لك مخطط من ذهني مخطط من ذهني مثلا يجينا لهون هس إذا بتلاحظ أنه هنا التغير في التدفق ماله موجب صح طيب سؤال أن هدف قانون لنز قانون لنز أنه يمنع التغير يمنع إيش يمنع التغير في التدفق مرة ثانية قانون لنز هدفه أنه يحافظ أو يقاوم التغير في التدفق هيك هدفه آه مرة ثانية عيدها عشان تكون فاهم قانون لنز هدفه الأصلي أنه يعمل على ممانعة ومقاومة التغير بمين التغير في التدفق التغير بمين التغير بالتدفق طيب ليش وعشان هيك منشير له بالإشارة السالبة طيب شو دخل السالب بموضوع آه لأنه إذا هاي موجبة فلازم تتولد قوة دافعة حثية تكون سالبة إذا التغير موجب فلازم تتولد قوة دافعة حثية سالبة آه وإذا كانت سالبة تتولد قوة دافعة حثية موجبة آه طب لسه ما خمتش طب شو بتسوي هاي الإشارة شو بتسوي هاي الإشارة ممتازين هسا لما يكون التغير في التدفق موجب يعني في زيادة في التدفق عشان أقاوم هاي اللي زيادة شو لازم أعمل لازم أخلي التدفق قل صح؟ لما أقول لك والله يعني إفلان عم تزداد أمواله لازم نسيطر عليه شو بدي أعمله بدي أحاول أنزله شوي لتحت بدي أحاول أقلل هذه اللي زيادة فشو عملنا طلعت لنا اللي هو القوة الدافعة السالبة هاي شو معناها والله هاي معناها طلع طلع شو معناها قوة دافعة قوة دافعة حثية عكسية أها إذن الإشارة السالبة تبعية القوة الدافعة معناها إنها بتشتغل بشكل عكسي إيش يعني قوة دافعة حثية عكسية يعني الزيادة اللي بيت تتفق لازم تعمل هذه القوة الدافعة الحثية على إنها إيش إنها تخفضها مرة ثانية شو لازم تعمل لازم تعمل كويس حتى شو حتى تخفضها طب نيجي لهون طب شو معناه هاي نغير لكم اللون تباحا شو معناه القوة الدافعة موجبة هاي معناها إنه قوة دافعة حثية طردية شو معلها طردية كيف هاي والله فلان قاعد عم بوقع قاعد عم بهبط قاعد عم بخسر نقصان 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 عشان أمنع الخسارة تبعته شو لازم لازم أرفعه شوي لازم شو أعمل أرفعه فكيف بدي أرفعه باستخدام قوة دافعة حثية طردية أيوة عشان هيك مرة ثانية لما نرجع للتعريف طلع شو حكالي هي ينص على أن القوة الدافعة الحثية المتولدة تكون في الاتجاه الذي يقاوم التغير الاتجاه اللي بيقاوم يعني إذا في عنا نقصان لازم القوة الدافعة اللي هي تكون موجبة يعني زيادة وإذا كان في عنا زيادة الإيلي هي القوة الدافعة اللي هي تكون إيش في الاتجاه اللي بيقاوم اللي هو إيش اللي هو النقصان هذا معنى الإشارة السالبة واحد قاعد عم بيزداد عم بيطلع بيطلع بيطير بيطير عشان أوقف عملية الارتفاع تبعته بدي أصحبه لوين لتحد واحد عم بوقع عشان ما يوقع بدي أحاول إيش أرفعه هذا باختصار مبدأ عمل مين مبدأ عمل قانون لنز طيب شو الخطوات يلي بنعملها عشان يقاوم سواء الزيادة أو مين أو النقصان أسه بسم الله نبدأ نرجع للوايت بورد والله الخطوات يا أستاذ رح يصير كالتالي مش هون اتولدت قوة دافع حتية عكسية آه مزبوط بس تعالوا نمسح هذا الكلام ونمسح هذا الكلام طيب اللي رح يصير عندنا كالتالي أستاذ لما بدك تنشأ قوة دافعة حتية عكسية آه بدك تحاول تخفض مين تخفض إيش يعني هدف هذه القوة الدافعة للحثية العكسية آه لو حدا سألك شو وظيفتها أو شو هدفها هدفها أن تعمل على إنقاص المجاء إنقاص التدفق شو هدفها هاي الحثية العكسية تهدف إلى إنقاص التدفق طيب كيف أنا بدي أناقص التدفق والله عشان أقلل التدفق آه ممكنها يلتعفياته أو هيك يصير بشكل لا إرادي يعني إشي تلقائي من هذا الدارة اللي هو بيحكي لك يتولد طالع طالع يتولد مجال حثي مجال ماله مجال حثي آه هذا المجال الحثي شو لازم يكون اتجاهه حتى يقلل التدفق والله هذا المجال الحثي آه لازم يكون مدامك بتحكي عن قوة دافعة عكسية آه لازم البي هذا أو البي حثي لازم يكون عكس اتجاه لازم يكون عكس اتجاه المجال الأصلي المجال مين المجال الأصلي يا سلام مرة ثانية يا أستاذ الموضوع إيش جميل جدا إذا فهمناه بالطريقة المزبوطة مرة ثانية شو اللي بدك إياه اللي بدي يا أفهمك إياه حتى هذا بدي أمسحه أنا هذا نمسحه ما شوش كاله ميجي لهون إذن إنت بتحكي لي زاد التدفق رح تتولد قوة دافعة حثي عكسية ليش شو الهدف ها باللون الأحمر تهدف طلا طلا لمقاومة الزيادة في التدفق فيجب إنقاص مقدار التدفق صح؟ شو معنى عكسية شو معنى عكسية يا أستاذ هاي هاي شو معنى العكسية معنى العكسية كمّل كمّل هيك شو معنى العكسية معناها إنها تهدف لمقاومة هاي الزيادة طب كيف كده أقاوم الزيادة بالنقصان طيب باجي للخطوات العملية كيف أنا بدي أنقص التدفق بولد مجال حثي هذا المجال الحثي عكس اتجاه المجال الأصلي طب ليش؟ شو الهدف؟ الهدف ليش عكس الأصلي؟ ليش مش مع اتجاه الأصلي؟ آه لأنه طبع طبع هدف لأنه أي متجهين متعاكسين محصلتهم أقل لأنه أي متجهين متعاكسين متعاكسين محصلتهم أقل لما أنا يكون عندي هاي هيك على الهامش لما أنا يكون عندي مثلا بي ون خمسة تسلة لإكس الموجب وعندي بي تو اثنين تسلة برضو إكس الموجب وقلتلك والله أحسب لي البي توتل فبتقول لي والله يا أستاذ بنفس الاتجاه اجمعهم خمسة زائد اثنين سبعة تسلة طيب لا طب هسأ افرض يا أستاذ لو عملتلك هاي سالب كم تطلع التوتل هاي والله بتطلع التوتل الأكبر ناقص الأصغر خمسة ناقص اثنين يعني ثلاث أوه لا فرقة الثلاثة فرقت عن السبعة صح في هاي الحالة لا أنا نقصت في الحالة تبعد قبل رفعت فعشان هيك فعشان هيك فعشان هيك فعلا لما أني أولد مجال يخليه عكس اتجاه المجال الأصلي فعلا انو الهدف في ساعته شو بيكون إنه أقلل المحصلة طيب فعلا لما هذا المجال الحفي خليته عكس الأصلي عكس مين؟ عكس الأصلي ساعتها شو صار معاي؟ ساعتها صار معاي انخفاض في التدفق انخفاض مين؟ انخفاض في التدفق آخر خطوة من الحفلة هاي اللي صايرة يتولد I حفي أو I induced فإذن خطواتنا والله سهلة بسيطة ما بدها كثير فلسفة والله زاد التدفق دلتا في موجب دلتا في موجب قوة دافعة حثية عكسية سالبة عكسية ما لها سالبة زي ما تشايفين شو وظيفتها هاي السالبة العكسية؟ وظيفتها يا أستاذ إنها تعمل على مقاومة هذه الزيادة كيف مقاومة الزيادة؟ بالنقصان طب كيف بدي أنقص قيمة التدفق؟ عشان أنقص قيمة التدفق يجب علي أن أولد مجالا حثيا بيكون عكس اتجاه الأصلي عكس اتجاه مين؟ عكس اتجاه الأصلي طب ليش عكس اتجاه الأصلي؟ شو الهدف؟ الهدف لأنه أي متجهين متعاكسين محصلتهم أقل محصلتهم مالها أقل فبالتالي أنا بخفض المجال فبقل التدفق سعيدها بتولد عنا آه يا حفي زي ما إحنا متعودين مجرد ما في عنا دلتا فاي في عنا تيار حفي بس هاي العملية اللي بالنص لإنت ما كنت إيش؟ ما كنت شايفة اعرفت ليش إذا هاي موجب هاي سالبة آه لأنه قانون لينز يعمل على إيش؟ مقاومة التغير في التدفق وهذا الأمر اللي شفناه بمعنى الإشارة السالبة طب نشوف هذا الكلام نفسه على الحالة لما نحكي قل التدفق قل مين؟ قل التدفق هاي قل التدفق لما يقل التدفق دلتا فاي بتكون سالبة صح؟ طب مدام دلتا فاي سالبة إذن القوة الدافعة رح تكون موجبة طيب أول إشي شو معنى قوة دافعة موجبة هاي معنىها قوة دافعة حثية طردية شو؟ ولا طردية يا أستاذ؟ قوة دافعة حثية طردية شو معنى هاي الطردية؟ شو بيصير؟ أنا بقول لك شو بيصير هسا إنت تعودت هاي هنا رح ينشأ عنها الآن بي انديوس وآخر إشي بدو يتولد آي إيش؟ آي حفي طيب شو الهدف؟ طرد طرد الهدف الهدف مقاومة نقصان التدفق مقاومة نقصان التدفق فيجب فيجب زيادة التدفق واحد فقير لازم أساعده كيف بدي أساعده أحلله مشكلة فقره؟ لازم أزيد له التدفق أزيد له الضخ أزيد له صدقات أزيد له الزكاة أزيد له أزيد له الراتب طيب كيف بدأ تتم هذه العملية؟ بتتم هذه العملية ميدانياً من خلال أو هون من خلال أن يكون المجال الحثي بنفس اتجاه المجال الأصلي بنفس اتجاه مين؟ المجال الأصلي طب والله عليكم هاي مبينة ليش بدي الحثي يكون بنفس اتجاه الأصلي؟ شو الهدف؟ أي متجهان بنفس الاتجاه محصلتهم محصلتهم أكبر منهما أكبر أيش؟ أكبر منهما وعطينا التجربة قبل شوي خمسة تسلة لليمين واثنين تسلة لليمين محصلتهم تطلع سبعة بدل ما هذا الفقير كان يوخد دينارين أو كان يوخد خمسة بعد من خلينا الحثي بنفس اتجاه الأصلي صار يوخد سبعة فهذا الأمر يعمل فعلا على زيادة مين؟ على زيادة ذفق فبينشأ عنا تيار ماله تيار حفي طبعا أنت ملاحظ أنه هذا التيار الحفي أنا لحظة الآن ما جبت الكهس سيرته أنا المهم عندي شماله أنه هذا التيار الحفي رح يعمل على انحراف مؤشر قلبانو متر مشكلة يعني هذا شرحناها مرارا وتكرانا لكن الاشي اللي بدي أذكرك كفياته أنه أنت هون عشان تعرف اتجاه التيار الحفي نستخدم قاعدة اليد اليمنى شو هاي قاعدة اليد اليمنى؟ عادي تستخدم قاعدة اليد اليمنى حسب الاشي اللي أنت تعلمته والله بملف الدائري المهم ده تستخدم قواعدة اليد اليمنى اللي أنت تعودتها وعربتها بحيث أنك تعرف شو اتجاهات المجال أو شو اتجاهات التيار الحفي مثلا من القواعد إنك تيجي تقول لي مثلا 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 ملف لو لبي هاي الأربع أصابع دورانها مع المجال عفوا دورانها مع التيار والإبهام دورانه مع مين؟ والإبهام بيشير لمين؟ بيشير إلى المجال الأربع أصابع دورانهم مع التيار والإبهام بيشير لمين؟ بيشير للمجال فالمهم حبيت أذكرك أنه تحديد اتجاه هذا التيار الحثي مع قارب الساعة عكس قارب الساعة من A إلى B من B إلى A من A إلى B عبر المقاوم من B إلى A داخل الموصل من A إلى B عبر اليلفانوميتر بغض النظر شو الوسائل اللي أنت تعلمتهم معاي بالحساس الماضية لكن أهم إشي كيف أحدد اتجاه هذا التيار باستخدم قاعدة اليد مين؟ قاعدة اليد اليمنى بتفصيلاتها اللي تعلمناها بالوحدة الرابعة وهسا مثال مثال بيبين معانا إن شاء الله كل شيء تمام؟ هذه الطريقة العلمية الأساسية لحل جميع الأسئلة اللي فيها هاتها إيش؟ اللي فيها تها لنز تمام؟ اللي فيها تها شو؟ اللي فيها تها لنز ومبين تفاصيلها ومبين تفاصيلها يعني السؤال رح يكون واضح أنك لازم تنشي في هذا التسلسل وبالمناسبة أستاذ طب هيك صار عندي خريطين ذهنيات لا مش عندك خريطين ذهنيات أنت عندك مليون خريطة ذهنية بس أنت بتستخدم الإشي اللي أنت بتحتاجه يعني أنا فلان بس بدي أتأكد من إشارة القوة الدافعة على الكهربائي خلص بوكف لحد هون طب أنا بدي أعرف أمشي لحد ما أوجد اتجاه التيار لحد في الله بعيني بدي أمشي من أول خطوة لآخر خطوة لسه فيه كمان أنا اللي قدام بالأسئلة رح تلاقوني بمشي لسه لقبل قبل هايك شو اللي قبل هايك؟ زاد المجال مثلا زاد التيار أغلقنا المفتاح يعني جميع الطرق يلي أدت إلى نقصان هذا التدفق اللي أخذناها بأول حصة طرائق تغيير أو طرق تغيير التدفق المغناطيسي سواء بتغيير المساحة تغيير الزاوية تغيير المجال المغناطيسي والخريطة هذيك اللي إيف اللي رسمناها مع بعض فإذن نذكر أنه هاي هي الطريقة الرسمية المعتمدة اللي ما في عليها غبار هسا لقود دام رح نصير نعطيكم هيك حالات خاصة شوي بتفيدكم مثلا والله لو اقترب مغناطيس من ملف لو ابتعد مغناطيس من ملف هذا كله رح أعطيكم إياه بإذن الله تعالى والطريقة برضو معتمدة سواء مقاري وسواء إيش دوائر بس خلينا نمشي هسا حبة حبة عشان تقدر تستفيد من المفاهيم هاي اللي إنت استعرضنا لك إياها الآن فبنفتح الدوسية وبنقرأ هيك نشوف إنا الفقرات حيث أنه نفهم بالظبط شو اللي إيش شو اللي يصار عنا هسا هون يا أستاذ طلعوا عشان نفهم بالظبط شو اللي بدنا إياه أهم من الفقرات الثلاث إنه نفهم هذا الشكل مثلا في هذا الشكل زي ما إنت شايف عندك مغناطيس ويقول لك اتجاه الحركة هاي انبين يعني يخيل إنه هذا السؤال أمامك تمام وبدك تكتشف وتفصل السؤال إذا هل بنحرف بنحرفش كيف اتجاه التيار كيف تجاه مين كيف اتجاه التيار الحثي يعني افترض إنه السؤال طالب منك حدد اتجاه التيار الحثي وحدد اتجاه المجال الحثي تمام تمام إذا بالاعتماد على الرسمة هاي طبعا الرسمة هاي شو مبيني يا أستاذ مبيني إنه في عندنا مغناطيس وبتحرك لليسار طب الطالب بيقول لي أستاذ انت معلمت ناشي اياها بالخريطة مغناطيس بتحرك لليسار طب أنا شو أفهم اقترب ولا بتعب ما هو تطلع على الرسمة لما يقولك اتجاه الحرك لليسار لما أحرك المغناطيس لهون أنا بقربه من الملف ولا بعده آه والله كلامك صحيح أنا مدامي حركت للجهة اليسار إذا حسب رسمتي هاي أنا بقربه إذا هو أنا باجي بقول اقتراب شو بقول؟ بقول اقتراب طب ممتاز افتح لي صفحة فاضية افتح لي صفحة فاضية انت مدامك بتحكي اقتراب عفوا منك يعني مدامك بتحكي الاقتراب يعني عدع اصابعك اقتراب يعني زاد التدستق صح؟ يعني دلتا فاي موجبة يعني القوة الدافعة الحثية سالبة مدام قوة دافعة حثية سالبة أنا خلاص في متوستاذ مش شرط كل مرة أرجع وأكتب الهدف وإلى ماذا يشير قوة دافعة حثية سالبة يعني إذا تشتغل بشكل عكسي يعني راح تولد لي مجال حثي باكتب عنده أنا ملاحظة هذا المجال الحثي عكس اتجاه الأصلي عكس اتجاه مين؟ عكس اتجاه الأصلي فباجي هون بقول بي الأصلي لوين اتجاهه يطير بيا الأصلي لوين اتجاهه أستاذ أو خلنا أضع فواصل عشان لتخربته بي الأصلي لوين اتجاهه بصفن بقول هذا قطب شمالي فخط المجال نحن يعارفين أنه بطلع من الشمالي فهذا خط المجال رايح لوين؟ رايح لليسار فإذا B الأصلي X مين X السالب طيب B الحثي طلع طلع حسب خريطك عكس اتجاهي الأصلي شو عكس الـ X سالب؟ والله عكسها اللي هو X مين X موج فيجينا على الرسمة وهينا حكينا لك هون إنه الـ B induced أو الـ B حثي للوين؟ لليمين رايحة طيب حددته؟ آه والله حددته أنا طلبت منك حدد اتجاه المجال الحثي صحيح؟ آه والله صحيح هس دور إنه حضر الجنابك بتروح وتحكيي للـ I حثي كيف اتجاهها طيب كيف بحددها؟ أنا قلت لك بروح بتطلع هنا مثلا عنا شو ملف لولبي ملف لولبي خطوات إيجاد التيار في الملف اللولبي والله عداء إصابعك أول إيش بستخدم إيدي اليمين دوران الأصابع مع التيار والإبهام يمثل المجال فباجي هون والله يقيل السؤال بحكي لي أوجد اتجاه التيار الحثي صح؟ فدوران الأربع أصابع بشير للتيار الإبهام لمين بشير؟ الإبهام رح يشير للمجال الحثي أنا بطلع تيار حثي التيار الحثي بجيبه من وين؟ من المجال الحثي لو بدي أوجد مثلا مثلا بحكيش عن هذا لو بدي أوجد التيار الأصلي بجيبه من المجال الأصلي بحكيش عن هذا السؤال بس بحكي إيش؟ بحكي فقط كمنظومة كتكتيك أنا بدي أجيب التيار الحثي من المجال الحثي فإيجينا المجال الحثي لليمين الإبهام طالع دوران الأصابع طالع من وراء نازل من قدام نازل من قدام يعني باللون الأحمر هي نازل من هنا نازل هيك هيك زي ما أنت شايف طالع من هنا طالع من وراء ونازل من قدام زي ما أنت شايف أمامك يعني يا أستاذ لو افترضنا أنه هاي النقطة اسمها سي وهاي النقطة اسمها دي وسألتك كيف يكون اتجاه التيار عبر القلفانوميتر عبر الرسم هاي أنا جاوبتني أنت حضرت جنابك طيب لو سألتك هيك عشان أكون دقيق 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 كيف يكون اتجاهها عبر مين عبر القلفانوميتر فبتحكيلي اتجاه التيار تعطي اتجاه التيار من سي إلى دي من سي إلى دي عبر القلفانوميتر ركزولي على هاي الفكرة خاصة في أسئلة الدوائر أنا ليش أدويش حالي وآ ومع وعكس وأصلا مش واضحة بدي أجي لأيام الخوالي أتطلع من اليمين واليسار هنا مثلا رح أستصعب الموضوع شو بحكي شو أول الخيارات بتكون اللي هو حدد اتجاه التيارة الحثي اللي هو عبر القلفانوميتر فأيجينا هنا وحكينا اتجاه التيارة هيكون من سي إلى دي عبر مين عبر هذا القلفانوميتر طيب بعد ما عرفنا كل شيء بالنياء بس في عنده هيك مقترح صغير لإلك حس هذا الملف اللولبي بالأخص مرات لما شرحناه إذا بتتذكر بالوحدة الرابعة كنا نحكي والناس اللي ما كانت من طلابنا منذكرهم أنه هذا الملف اللولبي لما أنت بتحكي لي أنه المجال الحثي طالع من اليمين صح؟ أنت هيك بتحكي لي إذن أنا بفهم من كلامك أنه هذا النورث وهذا مين وهذا السر صح؟ صح يعني ممكن آجي أنا أسألك أقول لك مثلا 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 هذا الإشي اللي محطوط عليه نجمة إلى ماذا يشير إلى قطبة شمالة ولا جنوبة واللي مثلا عليه إشارة الصح شو بشير؟ بشير إلى السر هذا برضو فكرة وزارية لأنك تعرف تحدد اتجاه المجال الحثي وتحدد اتجاه التيار الحثي بالإضافة أنك تحدد القطب يلي بمثله هذا المجال الحثي تمام تمام هنا طلعنا بقاعدة ممكن تستفيدوا منها خاصة في الدوائر يعني كباب السرعة اللي هو عنده تقريب مغناطيس من ملف عنده تقريب مغناطيس من وين من ملف يصبح يصبح الطرف المجاور للمغناطيس نفس القطب يعني بتقدر تحكي أنه عنده تقريب المغناطيس القطب أو الطرف تبع الملف يلي بالقرب أو يلي مجاور لهذا المغناطيس إذا هذا أن بيصير هذا أن تمام مثلا لو اجينا وافترضنا إنه هذا الملف وعندك هنا قطب إيش قطب ساوث وحكينا اقتراب هيك هيك مسكنا وحكينا اقتراب فبدون ما تغلب حالك على السريع هاي الجهة شو رح تكون والله هاي الجهة هاي الجهة رح تكون ساوث وهاي رح تكون إيش وهاي رح تكون نورث أصلا هذا الموضوع بيساعدك بيش بيساعدك بيساعدك إنه لو ما حد يسألك كيف يكون اتجاه المجال اللي حثي بتقول له هاي هاي بي انديوس أو بي حثي هيك تمام فإذا التيار طالع من قدام نازل من وين نازل من ورا يعني هاي الحفلة كلها اللي أنت بدك إياها لو بدنا نكمل معروفنا معك ونوصل لك هذا الكلام بالقلبانوميتر تمام وأفترض لك بإنه هذا الطرف اسمه سي وهذا الطرف شو اسمه اسمه دي صح؟ وأقول لك حدد اتجاه التيار الحفلة هاي برضو هيك بنقدر ناخد لها سكرينشوت ها لحي إنك تقدر تستفيد من هذا الإشي عند اقتراب مغناطيس من وين من ملف طب شو السبب؟ السبب الحفلة اللي عملناها قبل شوي هاي ها اللي هو إحنا شفنا شو صار بالتدفق بعد هيك شفنا شو نوع القوة الدافعة هل هي حثية طردية ولا حثية عكسية؟ لا والله عكسية لأنها عكسية راح تولد مجال حثي عكس اتجاه الأصل عشان يقلل من قيمة التدفق فروحنا عرفنا مجال الأصل لوين وعرفنا مجال الحثي لوين وبناء على استخدام قاعدة اليد اليمنى حددنا اتجاه التيار الحثي هذا اللي هو الموضوع مين؟ الأول طيب أستاذ لو بنعمل حركة إيش؟ حركة ابتعاد حركة مين؟ حركة ابتعاد زي هذا صار في عنا ابتعاد صار عنا هنا ابتعاد والله لما أنت بتحكي لي ابتعاد وهذا من هستخدنا نسميه لكم بالله هذا الطرف C وهذا الطرف D أوكي؟ لما أنت بتحكي لي وأستاذ بدي أعمل ابتعاد إذن صار في عنا نقصان في التدفق قل التدفق يعني دلتا فاي سالبة يعني راح تتولد قوة دافعة حثية موجبة شو معنى القوة الدافعة الحثية الموجبة؟ إنها طردية بدي تعمل على مقاومة هذا النقصان فبديها تزيد المجال طب كيف تزيد المجال؟ راح ينشأ مجال حثي هذا المجال الحثي لازم يرفع لازم يدفع لازم يكون طردي فإذن بيكون نفس اتجاه المجال الأصلي عشان أقدر أفيدك فبتيجي أنت هنا بتقول بي أصلي لوين البي الأصلي؟ بتطلع والله هذا برضو نورث ما زال المجال الأصلي رايح لأوين؟ رايح لليسار يعني هون بالضبط 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 هذا شو اسمه؟ هذا اسمه بي أصلي ما تغير طيب إذن بي أصلي نحو إكس الموجب بي حثي بي حثي راح يكون نحو إكس مين؟ نحو إكس السالب إكس السالب؟ لا مش إكس السالب لازم يكون نحو إكس الموجب لأنه نفس الاتجاه إذا الأصلي موجب الحثي راح يكون موجب فباجي هون بقول التيار الحثي حسب قاعدة اليد اليمنى حسب قاعدة مين؟ اليد اليمنى بقول باجي على الرسمة بحكي التيار الحثي نفس الأصلي يعني هذا لازم يكون هذا الأصلي لليسار والحثي لليسار فباجي بحكي الإبهام لليسار صح دوران الأصابع طالع من قدام نازل من وراء شيك كويس على الرسم طالع من قدام هاي من هنا طالع ومن هنا إيش نازل من وراء فإذا في هذا السؤال اتجاه التيار زي ما تشايف اتجاه التيار الحث من دي إلى سي عبر القلبانوميتر عبر مين؟ عبر القلبانوميتر من دي إلى سي عبر هذا الجهاز اللي هو جهاز القلبانوميتر فإذا موضوعنا والله هذا قانون لنزل الطلاب إذا تسألوا للجيال تبعون المناهج القديمة 2004 وانزل يعني بتلاقي إنه هذا الموضوع كان يعني بشكل عند البعض شوية رهبئ تمام؟ فإنت فعليا إذا بتستخدم هذا المبدأ من الخرائط والذهنية إنك إنت بتفصل شو بيزيد شو بيقل شو بيزداد مين حثي مين طردي شو يعني عكسي إيش هو المجال الأصلي إيش هو المجال الحثي رح ترتاح جدا 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 بالإضافة إنه أنا كاتب لك إن شاء الله بالكورس جميع الأسئلة الوزارية على هذا الموضوع رح تتدرب حتى تزهق بإذن الله تعالى تمام؟ تمام طب لو إجينا بعد ما اكتشفنا هذا الاكتشاف حكيت لك يلا هذا الطرف شو بيمثل نورث ولا ساوث بتقولي لا أستاذ نورث طب هذا الطرف شو بيمثل أكيد رح يكون إيش رح يكون ساوث طبعا بيقول لك حدد أطراف الملف شو بيمثله هذا مثل القطب الشمالي وهذا مثل القطب مين القطب الجنوبي فخطرة بالي ملاحظة شو بتقول الملاحظة عند ابتعاد المغناطيس عند ابتعاد المغناطيس عن ملف عن ملف تكون تكون الأطراف المتجاورة مختلفة تكون الأطراف المتجاورة مختلفة مش هبه المتجاورات هذا نورث هذا ساوث هذا نورث هذا مين هذا ساوث وبالمرة إذا بدك خلص نتوخذها خلص مقاولة نعيد لك الملاحظة عشان نتوخذ لهم مثلا صورة عند اقتراب مغناطيس ليش هيك سير خطنا عند اقتراب مغناطيس من ملف تكون الأطراف المتجاورة متشابهة وهذا الكلام شفناه بالشكل الفقاني لما قربنا المغناطيس من ملف هذا نورث هذا إيش برضو رأيكون إيش نورث فإذا الكلام إن شاء الله إنه واضح وميسر كل إشي شرحناه شرحنا لكم على هذول الرسم طبعا الطلاب بيجوا استاذ شو وضع الفقرة يا استلابنا حبايبنا وضع الفقرة نفس الكلام اللي شرحناه فإنت مين أسهل لك تيجي تفهم هذا الكلام ولا تيجي يتنقي كلام طب استاذ ليش كاتبه والله يكاتب لأنه كتاب أنا برضو في طلاب بتأخذ هذا لا إشي لحاله بدون لا بطاقة ولا حسس ولا إشي وتدرس عنه تستفيد من الأسئلة تستفيد إيش من الكلام بدما إشي تدرس هذا كورس أسئلة والله كورس الفقرات بالكتاب أبصر شو من كتاب الطالب فهذا واحدة من الأسباب اللي بتخلينا مرات الفقرات نوضحها زي ما هي لحيك أضعف الإيمان إن الطالب يكون عنده كل إشي من الكتاب موجوده تمام تمام فهو أنا مثلا بيحكي لي إنه كيف بحدد اتجاه المجالي الحثي الأطراف المتشابهة المتباعدة فإنت بتقدر تستغني عن هذا الإشي بإيش تستغني عنه بالملاحظات اللي أنا كتبتها هيك على دفتر على إشي بسيط بتكون أمورك إن شاء الله إن شاء الله طيبة آخر إشي بقولك أتحقق على ما ينس قانون لينز حكينا قانون لينز إنه اتجاه إنه القوة دافعة الكهربائية الحثية بتكون بالاتجاه يلي بيقاوم التغير في التدفق طيب كيف أحدد اتجاه التيار الحثي وضحنا لك الخطوات اتجاه تيار حثي باستخدم قاعدة اليد اليمنى بناء طبعا بعد ما أكون حددت بإنديوست المجال الحثي لوين اتجاهه وباستخدم عادة إيد اليمين الأربع أصابع تمثل دوران الأربع أصابع تمثل دوران التيار الحثي والإبهام يمثل التيار الحثي هذا لما بسأني هو سؤال واضح كيف أحدد اتجاه التيار الحثي الحثي سعيتها الأربع أصابع دورانهم للمجال الحثي والإبهام الأربع أصابع لتيار الحثي دورانهم والإبهام للمجال للمجال الحثي أوكي فالأمور إن شاء الله إنها واضحة نروح نوخل لنا سؤال نشوف كيف السؤال بدي أستفيد منه وكيف بدي أدرسه كويس بسم الله الرحمن الرحيم مثال ستة بحكيلي يقترب القطب الشمالي لمغناطيس من ملف طبعا أنا نبهت على هذا الموضوع نكتب ملاحظة كتبنا نها زمان نحن كتبناها لكن للتأكيد وإقتراب مغناطيس من أي طرف من أي قطب من أي جهة يعمل على زيادة المجال وابتعاد المغناطيس من أي قطب برضو بيعمل على إيش على نقصان التدفق أو نقصان المجال فلا تتخربط بيجييني طالب بيقول طب أستاذ لو السؤال كان اقتراب المغناطيس من الجنوب هل بيأثر إيش على التدفق لا بس إلها تداعيات أخرى خذنا نحكي بسم الله ونشوفها إذن يقترب القطب الشمالي للمغناطيس من ملف زي ما أنتوا شايفين فيتحرك مؤشر الملي أميتر مش قلفانو ميتر هالمرة ملي أميتر طب ما هو أكيد لأنه صار في عنا دلتا فاي بدو ينحرف المؤشر آه فبيحكي لي كيف أحدد اتجاه التيار الكهرباء الحثي وما اتجاهه عند النظر إليه من الأعلى يا سلام ذا كريم الوحدة الرابعة أنك أنت تطلع على الحلقة بهمني تطلع عليها طب من فوق من تحت من اليمين من اليسار هذا كله رح نتدرب عليه أكثر فأكثر مع النمط الوزاري فباجي أنا بدأ أحل بأكثر من طريقة الطريقة الأولى وهي الطريقة قلنا المثالية حتى لو أنها بتطول مرات بس يلا بسم الله ابتيجي حضور الجنعبك بتحكي هن نبلش من اليمين اقتراب مغناطيس يعني زيادة في التدفق يعني دلتا فاي موجب يعني قوة دافعة حثية سالبة يعني بي انديوز يعني اي حثي اي مين اي حثي هسا هاي القوة الدافعة هذا المجال الحثي ها أول إشي هاي عكسية عشان هيك سالبة لأنها عكسية هذا رح يكون عكس ابتجاه بي أصلي يار فباجي هنا بي أصلي رح يكون طالع من الشمال يعني نازل للأسفل صح؟ إذن هذا رح يكون واي السالب طيب بي حثي بي حثي حكينا إنه عكس الاتجاه شو عكس الواي سالب واي الموجب فباجي الآن بحدد اتجاه التيار الحثي باستخدام قاعدة اليد اليمنى هاي إذا المجال الحثي إذا المجال الحثي أنا بدي ياله وين يا أستاذ بدي ياله الأعلى هذا بي حثي هذا بي مين بي حثي إذا بدي الإبهام يطلع من هون أوكي إذا بدي الإبهام يطلع من هون يا أستاذ إذا بدي الإبهام يطلع من هون كيف دوران الإيدين بديكون هيك دوران الإيد صح؟ هيك دوران الإيد فأرسم للتيار هيك فبديكون الدوران بالشكل التالي مرة ثانية أستاذ هيك الدوران صح؟ هيك الدوران فمثلا لو جبنا مثلا هذه الزجاجة هاي الزجاجة صح؟ هاي الزجاجة أنت بتحكي لي هيك الدوران صح؟ طيب تطلع عليها من فوق راح ألاقيها عكس عقاري بالساعة طلع عليها من فوق بالسبابة هذا كأنها معلقة بحرك فيها إيش بحرك فيها الشاي هذا كيف راح يتحركه بحركه عكس عقاري بالساعة بس انتبه لأني نظرت إله من وين من الأعلى هو حكالي إذا بدك تنظر إليه من الأعلى فإذا راح يكون التيار الحفي من الأعلى عكس عقاري بالساعة أما إذا مثلا عندك إشي معين وبدك تفصيل مثلا زي هاي النقطة ممكن تيجي تحكي لي والله أستاذ هاي النقطة اسمها إي وهذه النقطة اسمها بي فالساعة تبتحكي لي اتجاه التيار الحفي من إي إلى بي عبر الملي أميتر عبر مين عبر الملي أميتر إذا إذا بدك تسألني بتفصيل أكثر ممكن تحكي لك من إي إلى بي عبر الملي أميتر طيب والله جاوبناك كثير أشياء عن اللي بدك إياها طب تعال أصعبها عليك وأقول لك أحدد ماذا يمثل طرف الملف اللولوي أو طرفي الملف اللولوي فإنت شو بتحكي بتقول مذامك هذا الانديوس طالع من فوق إذن اللي فوق نورث واللي تحت ماله ساف وخلصت الحفلة صح؟ وممكن ترجع ترى تعيد هذا السؤال كامل بدقائق شو هي الدقائق؟ إنك تيجي تحكي عند اقتراب المغناطيس الأقطاب المتجاورة متشابهة أنت أنت هذا كويس هذا أنت هذا أس الحفتي طالع من فوق مدامه طالع من فوق الحفتي هاي الإبهام دوران الأصابع بتطلع عليه من فوق ولا هو عكس عقارب الساعة وخلصت الحفلة بس أنا هيك بحبها بصراحة بحيثها ممكن تكون منظمة أكثر في طلاب يقولك طب آه وهذا بحفظنا هذاك ملاحظات وسريعة بتزبط ما بتزبط لا لا تخافش قصة اقتراب المغناطيس أو ابتعادة بتزبط على كل الأسئلة تمام؟ طب من وين أجت فكرتها؟ أجت فكرتها من هون من هذول المخططات وزاد وقلب فإنت كطالب شوف الطرف اللي بترتاح عليه أنام إيش أنام عليه فهذا بالنسبة لمثال رقم ستة مثال رقم مين؟ مثال رقم ستة وهي الإجابة يقولك بحسب قانون لينز يكون اتجاه التيار الحثي المتولد في الملف بنفس اتجاه المجال الحثي حتى يقاوم التغير في توليده وفي هذا الشكل يكون اتجاه التيار الحثي إلى الأعلى إلى مين؟ هاي خلاصة بيكون اتجاه التيار الحثي إلى الأعلى ليش؟ باستخدام قاعدة اليد اليومنا استنتج بأن التيار الحثي يكون عكس اتجاه عقارب الساعة من فوض وبالتالي بيكون الطرف الفوغاني قطب شمالي ليش هذا الكلام؟ لكي يقاوم اقتراب القطب الشمالي للمغناطيس أستاذ بزبط أحكي الكلام اللي انتو كاتبه هنا طبعا الكلام اللي احنا كاتبينه هنا أفضل بمئة مرة من الإجابة نموذجية تبعت مين؟ تبعت هذا الكتاب لأنك انت بالزبط ما يشيله بالتسلسل الكتاب ماشي بالعكس يعني شو بيحكي الكتاب؟ بيقول آه والله ولدنا تيار عكس عقارب الساعة لما نظرنا له من فوق ليش؟ تولد التيار بيقول لك عشان يقاوم التغير في التدفق طب ليش يقاوم التغير في التدفق؟ عشان اقترب مغناطيس طب أنا خلص ليش الفلسفة هاي؟ بمشيله بالتسلسل بقول له والله أنا قربت مغناطيس يعني زدت التدفق يعني دلتا فاي موجبة عشان دلتا فاي موجبة رح تتولد قوة دافعة حثية ايش؟ عكسية طب هاي ليش موجبة صح؟ يلا بسيطة منيح انه عدناها عشان نظبط هاي رح تتولد قوة دافعة حثية اه هاي موجبة عند اقتراب المغناطيس بيزداد التدفق فبيكون التغير في التدفق موجبة فتتولد قوة دافعة حثية عكسية شو بتعمل هاي الحثية العكسية؟ تعمل على انقاس هاد التدفق فبدو يتولد مجال حثي هذا المجال الحثي لازم يكون عكس الأصلي عشان يكون عكس الأصلي فباجي بروح بطلع اتجاهي الأصلي وإيش؟ وبروح عكسه وبروح إيش؟ وبروح إيش يا أستاذ؟ بروح عكسه فإذن الأمور إن شاء الله سهلة بس إني أعمل هذا التكتيك أو إنك مباشرة تعتمد طريقة الاقتراب والابتعاد لكن هل بتنصح فيها خلاص أطنش هذا؟ لا يا أستاذ ما هو مش كل إش بالدنيا اقتراب مغناطيس أو ابتعاد مغناطيس فعندك إجراءات ثانية أنت بتعرفها زي فتح مفتاح إغلاق إيش؟ إغلاق مفتاح هسا بنوقع إنه هيك كمان مثال على موضوع المفاتيح هذا السؤال هيك جاي يعني عصفورين بحجر اللي هو حل مع مفاهيم أنا بسمي حل مع مفاهيم نيجي نقرأ بسم الله عندك مثال سبعة لفة ملفان هاي هو ملفان ملف ابتدائي ملف ثانوي بحكي لي عدد لفات كل منهما مية يعني عشرة أس ثمين عشرة أس ثمين طيب ومساحة المقطع العرضي ثلاثة بعشرة أس ثالب أربعة على قلب حديدي كما هو موضح في الشكل عند إغلاق مفتاح الدارة الابتدائية يتولد مجال مغناطيس مقداره مية وثمانين ميلي تسلا يا سلام والله إنه إشي متكته بقول لك لما أغلقت هذا المفتاح وهذا الأمر منطقي لما أغلقت هذا المفتاح اتولد عنا هون مجال طيب سؤالي بالله إلكم وحكيناه هذا قبل في الملف الابتدائي راح يتولد عنا اللي هو التياري اللي اسمه آي صح فالآي شو بينشأ عنها بينشأ عنها بأصلي يا سلام سلم إذن التياري الكهربائي بيتولد عنه بأصلي طب نتيجة حركة المفتاح إغلاق فتح فتح إغلاق إغلاق فتح شو بصير عنا تغير في التدفق فبينشأ عنا آي حثي فهون ع هاي الجهة تبعتي الثانوي بده ينشأ عنا آي حثي فبينشأ عن الآي حثي تولد عنه بأصلي والكهاي أصلي من الوحدة الرابعة هي كان مبدأها سيلك ملف دائري ملف لولبي وهذا ملف لولبي ملف لولبي مرفياته تيار شو بينشأ؟ ينشأ عن هذا التيار مجال مغناطيسي ناشئ عن الملف اللولبي يوصف بأنه مؤقت ليش مؤقت؟ فتح المفتاح بيصفر التيار فبيصفر المجال الأصلي طيب فهونا بي الأصلي ها بقدر أكتبها هنا أصلي مئة وثمانين ملي تسلح فصارت المسألة أن عشرة أس ثمين وعندك كمان يا أستاذ بالمرة المساحة لكل واحد طبعا وهو ثلاثة بعشرة أس ثالب أربعة وعندك بي أصلي بي ساوي بي الأصلي بحكي لي مئة وثمانين بي عشرة أس ثلاثة يعني طمانطاش بي عشرة أس ثلاثة وهي تسلح طب كم القراءة فبيحكي لي عند إغلاق المفتاح تولد مجال أصلي قيمتها القردية انتقل عبر القلب الحديد على نحو ما هو مبين وعند فتح الدارة يتلاشى هذا المجال خلال عشرة بالمئة ساكنت يعني تقدر تحكي أنه هنا الزمن تبع الفتح أو الإغلاق تبع المعدل الزمن اللي يتغير فيهاك التدفق اللي هو واحد بعشرة أس ثالب واحد واحد بالعشرة تمام تمام ها سكرنا هاي تمام أجب عما يلي واحد بيقولك احسب القوة الدافعة الكهربائية الحفية المتوسطة المتولدة في الملف الثانوي لحظة فتح المفتاح بالله هاي ده إشي أخضر لحظة فتح مين لحظة فتح المفتاح لحظة فتح مين لحظة فتح المفتاح أنا هذا الوضع اللي فوق بقدر أسميه الوضع الابتدائي الوضع مين الوضع الابتدائي كيف عن الوضع الابتدائي يعني تخيل الرسمة بذهنة كيكة إنه كان أنا بحكي هذا بالنسبة للفرع ألف الوضع الابتدائي وهنا حولنا وضع نهائي الوضع الابتدائي كان عبارة عن باللون الأزرق دارة مغلقة دارة ما لها والله دارة مغلقة أستاذ طيب الوضع النهائي صارت دارة مفتوحة هون الآي بساوي رقم صح؟ كان البي أصلي أو بي ون بساوي مين؟ بساوي طمنطاش بعشرة أسالة بثنين لما فتحنا المفتاح آي بثنين بتساوي لي زيرو وبي ثنين شو بيساوي لي؟ بيساوي لي زيرو طيب أستاذ شو اللي بدك توصل له؟ اللي بدي أوصل له يا محترم إنه لو سألك حدا شو تغير اللي صار؟ ما تتبقى لك هسه تحط إيش؟ بدك تحط مفتاح السر مفتاح مين؟ مفتاح السر كلمة السر كلمة السر تغير مقدار المجال فقط مقدار المجال إيش؟ فقط يا سلام تغير مقدار المجال فقط هاي ليش استخدمناها؟ عشان بالأول نروح نحسب دلتا فاي اللي هو لأنه تغير بس المجال هاي قانونه بي تو ناقص بي ون بي بكوساين الثيتا بي بكوساين مين؟ بكوساين الثيتا فبنيجي هون بنقول دلتا فاي أستاذ عبارة عن بي ثنين اللي هو صفر ناقص حكينا ثمنتاش ولا اتناش آه ثمنتاش بعشرة والسالب اتنين المساحة عبارة عن ثلاثة بعشرة والسالب اربعة وهاي الزاوية مش جايب لي سيريتها بتعتبرها ايش؟ بتعتبرها صفر ليش؟ نظرا انه تولد او في عنا تدفق وفي عنا اشياء فبعوضها او بفترضها انها ايش؟ انها صفر باجي الان بقول دلتا فاي زي ما انت شايف سالب 18 ب3 سالب 18 ب3 60 الستين هاي يشيل منها آآ تعال احنا ليش مغلبين حالنا؟ صفحة جديدة ها 18 ب3 لا 18 ب3 3 ب8 هاي هو انا 24 3 ب1 3 وما حوايخ 4 و5 هاي هو انا سالب 54 بعشرة والسالب 6 وهاي اللي هي ويبرة طبعا بدك تشيك بدك تشوف هاي الاشارة اللي هون السالبة بمكانها ولا مش بمكانها والله انا عند فتح المفتاح كل الاردن بتعرف انه هاي معناها قل التدفق فبالتالي دلتا فاي راح تكون سالبة فبالتالي من هس راح اتحذر لك انه القوة الدافعة شو راح تكون راح تكون موجبة شو لازم تكون اشارتها موجبة تعال لي هون باجي وبحسب انا وياك القانون سالب ان دلتا فاي على دلتا ت يعني بنيجي هون بنحكي سالب عشرة قسة اتنين ودلتا فاي كانت سالب اربعة وخمسين بعشرة والسالب ستة والسالب كم؟ والسالب ستة مقسوما كله على عشرة والسالب واحد فبطلع معي سالب مع سالب موجب اربعة وخمسين هاي حطينا داخل اربعة وخمسين موجب اتنين وسالب ستة سالب اربعة وارفعلها واحد هاي صارت سالب مين سالب ثلاثة والوحدة فولت هل الاشارة هاي طلعت موجبة زي ما انا بدي اه والله طلعت موجبة وهذا الامر انا متوقعه وهاي الدليل القوة الدافعة طلعت معاي موجبة هذا الفرع الف بس ركز لحظة فتح المفتاح لو الدنيا تشكلبت او كذا رد رح تختلف كل الاشارات فهنا مهم جدا انك تعرف ان السؤال كله مبني على كلمة لحظة فتح المفتاح ب بحكيلي حدد اتجاه سريان التيار الكهربائي مين الحثي في المقاومة الكهربائية لحظة مين فتح المفتاح برضو هاي جزء من الاجابة شو يعني جزء من الاجابة هسا بنحكي عشان افهم هذا التفصيل بحكيلي عن الاتجاه نقدر روحت طب كاتجاه بدي ااجي واعمل تحليل للموضوع شو هو التحليل باجي بحكي فتح المفتاح فتح المفتاح شو بصير نقصان في التدفق دلتا فاي سالبة قوة دافعة حثية موجبة في عنا مجال حثي وعندك تيار حثي يلا هاي لانها موجبة اذا طردية ما لها طردية فبالتالي المجال الحثي نفس اتجاه المجال الاصلي نفس اتجاه مين المجال الاصلي فالان باجي بحكي بأصلي لوين اتجاه البي الاصلي البي الاصلي هنا والله يا استاذ بدك تروح تحسب وتطلعه طب كيف بدي اطلعه باجي بروح على الملف الابتدائي شو قلي قلي استاذ استاذ بدي اياك تشوف للملف الابتدائي كيف كان اتجاه المجال في اياته صح اه والله صح عشان اعرف كيف اتجاه المجال جواته باجي بقول لما كان مغلق كان التيار يطلع من البطارية هيك لازم فبطلع من ورا وكان ينزل من وين ينزل من قدام فاذا هيك دوران اليد هيك صح فعشان هيك البي الاصلي كان رايح او متحرك لوين لليمين اذا كان اتجاه اللي هو اكس مين اكس الموجب طيب البي الحثي او البي انديوست اتفقت انا وياكم ان يكون المجال الحثي نفس اتجاه الاصلي فبرضو راح يكون لأكس مين لأكس الموجب فباجي هون عند هذا الانديوست وبحكي له انت لازم تكون لوين لليمين فاذن نازل من قدام فاذن باجي هنا باللون الازرق هذا نازل من قدام نازل من قدام فاذن عبر هذه المقاومة اتجاه التيار الحثي اذا بدك باللون الاحمر هذا يطلع منه اي حثي اتجاه التيار الحثي من بي الى ايه عبر المقاوم طيب هذا الطرف هذا الملف اللي انت شايفه هنا مين طرف الشمالي مين طرف الجنوبي برضو سهله هذا لانه طالع من جهة المجال نورث وهذا رح يكون ايش رح يمثل اللي هو الساو تعال شوف الرسم الافضل او الرسم التفصيلي هاي هو انا بيقول لك البي انجوز لليمين والدوران كان بالشكل يلي انت شايفه فاتجاهه عبر المقاومة رح يكون من بي الى اي فاتجاهه عبر المقاومة رح يكون من بي الى اي ها الخلاصة هاي الاتجاه من بي الى وين من بي الى اي عبر المقاومة تعب الله نشيك بس على السريع طلعت معهم القوة الدافعة قديش احنا طلعت معنا قوة دافعة 54 ب 10 والسالب 3 صغروها مرة كبروها نفسه نفسه 5.4 ب 10 والسالب 3 إذن إن شاء الله أنه الدرس واضحة فكرته ما عندنا أي مشكلة طبعاً للمرة المليون بدي أكد على هذا النوع من الأسئلة خلاص نسكر هاي بدي أكد على هذا النوع من الأسئلة إنك حاول 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 مش غلط لازم تفصل ولازم تستخدم المعطيات ولازم تعمل زي أنا بعمله لوين اتجاه الأصلي لوين رايح الانديوس الحثي طب القاعة اليد اليوم اليوسرى هاي التفصيلات كلها بتقتضي اللي هو مفهوم الحث مفهوم مين مفهوم الحث بالإضافة إلى تأثير قانون لينز يعني الآن بصراحة شايف كل إشي شرحنا بلش عندنا الحلقة إيش تكتمل فلذلك الآن بتحكي أنت بسم الله الرحمن الرحيم فضيلي عقلك هيك شوي شو رح يصير معك يا أستاذ رح يصير معك كالتالي أنت بالدروس أو بالحصص الأولى تعلمت شو معنا تدفق بعد ما عرفت التدفق رحت واهتميت بالتغير في التدفق تمام؟ بعد ما عرفت كيف يتغير التدفق وعرفت الطرائق اللي بتغير فيها التدفق رحت حضرت جنابك على فراده قانون فرده اللي كان عنده شوية تجارب عملية عملنا له قانون بيوصف وبأكد هذه التجارب العملية اللي هو أهمها بأن القوة الدافعة الحثية تتناسب تناسبا طرديا مع مين؟ مع المعدل الزمني للتغير في التدفق طيب كيف تتولد هذه القوة الدافعة؟ قلنا إما بغير مجال إما بغير حف عفوا إما بغير مجال إما بغير المساحة أو بغير مين؟ أو بغير الزاوية بعد هذه الحفلة رحنا شو عملنا؟ عملنا لك الخريطة اللي بتحكي إذا كان في عنا دلتا فاي موجبة القوة الدافعة شو بتكون القوة الدافعة الحثية بتكون عنا اللي هو سالبة وإذا دلتا فاي سالبة بتكون القوة الدافعة الحثية بتكون موجبة طب شو سبب هذول الإشارتين المتعاكسات؟ سببهم يا أستاذ اللي هو قانون لينز شو سببهم؟ سببهم اللي هو قانون لينز هيك بتكون إن شاء الله عملنا صور كامل إيش هو قانون لينز وإن شاء الله بالفترات الجاي رح تكتمل عنا الفكرة أكثر فأكثر لما نحل أوراق العمل اللي موجودة على هاي الجزئية أو اللي موجودة على الدرس الأول نلتقي إن شاء الله في الحصة القادمة سلام والله عليكم